منتخب مصر عمل حاجة كويسة جدا يعني هجومية بقى لو نبص نفتكر الجون الاولى كريم حتلاقيه ده اللي مصر مستهدفات تعال نشوف الصور بقى فولدر منتخب مصر طريقة لعب منتخب مصر والتمريرات اللي كانت معنا دي محاولات منتخب مصر كانت متوزعة بشكل جيد على اللقاء هشوف سوفي الالوان برضو تايله بتايله الالوان البعطواني اللي هي الكرة اللي بره الجون الاسوداللي هو اتصد اللي هزي حصله بلوجد البنفسيج اللي ده عالجون والاخضر الجون نفسه البنفسجي سيبنا من اول ربع ساعة مصري له محاولات عالمارمة من 35 الى 35 في محاولات عالي مارمة وحجاب بتطلع بره اللون الأورنج ومن ستين لخمسة وسبعين محاولتين ورجعنا تاني يعني طول الوقت مصر بتحول على المرمى بشكل جيد نبص على الصورة اللي بعديها اللي هي هتوضح خطورة منتخب مصر لا عدد جيد يعني لو الشق الدفاعي اللي كان فيه مشكلة لا مصر بس على الشق الهجومي لا مصر عملت فرص يعني أهداف متوقعة الرابط من الأربع أهداف تعال نشوف الصورة اللي بعديها عشان أقولك أن فيتوريا الراجل منظم جدا وده هنا ارتفاع الاكس جي بتاعنا لتطلع المصر لأ عدينا نروح للصورة اللي بعديها معلش هي دي بقى اللي أنا عايزة أقف عندها الناس تركز معانا على الجون اللي مصر جابيته كريم تريزي جي مسجل طول تاريخه مع منتخب مصر 14 هدف 6 منهم مع فيتوريا نصهم تقريبا رغم أن مسيرة فيتوريا مع منتخب مصر بالنسبة لتريزي جي هم مقام شهر فالراجل قدر يحول تريزي جي ليحل له مشكلة كبيرة جدا اللي هي كانت موجودة على طول كنا دايما بنتكلم عن تريزي جي بشكل جيد بس بنقول أنه هو بيسجلش كتير على فكرة هو فيتوريا مش بيدور بس على خطة تخدم صلاح قد ما بيساعد كمان تريزي جي لو نبص النهاردة على دي شمكة التمريرات شمكة التمريرات دايما بتديك دلالة المنتخب بيتحرك إزاي خمسة فيما فوق دي اللي عمت نقل إزاي بص هنا التحضير كان بيتم إزاي ناحية اليمين اللي منزل فيها صلاح مع عزيزو مع المساندة من النني علشان نروح لتريزي جي الجنة الأول أهو مرسوم يعني دي شمكة التمريرات حتحس إن زي ما التحضير تم بس كان بمشاركة مصطفى محمد عشان تتخلق المساحة لتريزي جي هناك ويبقى جاي داخل جوه الملعب كتير مش فاتح الملعب لأ جوه الملعب والمساحة كان بتتخلق له يعني لو الناس بسط على شمكة التمريرات دي حتلاقي شبه الهدف الأول اللي جابيته منتخب مصر تعالوا نشوف أكثر اللاعبين محاولات على المربا من منتخب مصر كان مين النهاردة حتلاقي تريزي جي هو أكتر يعني الصورة اللي بعديها حتلاقي تريزي جي أكتر لاعب حول على المربا النهاردة أربع محاولات كانت تريزي جي منهم اتنين جول ومنهم واحدة سيف دي يعني اتلعبت على المربا بين التلت خشبات يعني مصطفى حول أربع مرات بس منهم بس اتنين عجون إنما تريزي جي تلت محاولات على الجون فهنا الراجل زي ما خدم صلاح يعني الخطة كتير بتخدم صلاح لا كمان الخطة كانت معمولة النهاردة عشان يساعد جدا تريزي جي أن يبقى قريب من الجون ودي حاجة جيدة تنوع الحلول وزي ما قلتلك رقم ست أهداف لتريزي جي غير اتنين أسست ست أهداف ده رقم جيد جدا لتريزي جي في الفترة بتاعة ريف فيتوريا ونتمنى لتريزي جي يزود الحتة اللعب الإيجابي على الجون لإن إحنا محتاجين مع صلاح في السن ده لا محتاجين حلول تانية على الجون بشكل إيجابي ممتاز طيب